تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع مجموعة أرام فور أرب في تويتر ويوتيوب وشريكنا في فيسبوك رابط ريال مدريدي الرسمية في العرب حلقة اليوم بعد فوز ريال مدريدي المهم جدا على إشبيليا الفوز اللي أعطى زيدان هدوء قبل مباراة دور الأبطال وأعطاه وقت يصحح الأخطاء تحديدا الهجومية اللي موجودة في الفريق المباراة اللي ربما ذكرتنا وذكرت لوبوتيجي تحديدا في شوطة الأول بظروف عاشها مدرب إشبيليا لما كان في ريال مدريد كان يلعب شوط ممتاز يصنع كمية فرص ربما غير مسبوقة حتى في السنوات الأخيرة ريال مدريد ثم بيخسر لأنه الفريق ما بيسجل أهداف لكن اليوم ريال مدريد في شوط الثاني تم تعويضه من خطأ من ياسين بونو أعطاه الثلاث نقاط اللي هي بشكل عام مستحقة بناء على أداء خط الدفاع وخط الوسط مباراة وصفت بإنها ربما يوم المشنقة لزين الدين زيدان مباراة وصفت بإنها المصرية لزيدان ومباراة بتيجي لإشبيليا بعد ثلاث انتصارات مهمة في الدوري عادته قربته من المراكز المؤهلة لدوري الأبطال هذه الظروف تحت اللقاء بتخلينا منطقيا نتوقع مباراة تكتيكية جدا إدارية للغاية وبالعادة المباريات الإدارية كتير بفوز فيها اللي بيضرب الضربة الأولى واليوم كانت ضربة ريال مدريد الأولى نيران صديقة من الحارس اللي حائد من فترة غياب بعد إصابته بكورونا ياسين بولو زيدان قرر عدم المغامر تماما براموس والريهان على ناتشوفاران مرة أخرى زيدان دفع بفاسكس رغم عودة أدريزولا يبدو له مش جاهز 100% بدنيا أيضا عشان يلعب وراهن في ثلاث الوسط على الخبرة وفي الهجوم راهن على السرعة هذا التشكيل كان واضح يميل في زيدان إلى الخبرة واضح يميل فيه بالنحية خط الوسط وخط الدفاع إلى الجانب التكتيكي وهذا الشيء اللي راهن عليه ونجح فيه صراحة اليوم الدقائق الأولى كان شبيليا متردد يدخل اللقاء ريال مدريد كان يمكنه يتقدم بهدفين زي ما شفنا فنسوس جونيور ثم خطأ ياسين بولو مع جونيور اللي راح تلكون على بنزيمة فكانت الأمور كأنها عم بتروح لريال مدريد لكن بعد شوي أعتقد الجميع أدرك أنه شبيليا هو اللي عم بيحاول يخلي المشوط الأول يمشي فشبيليا حاول يقتل الرتم حاول يراهن يمشي الشوط الأول بشكل بطيء جدا وما شفنا عم بيعمل ردة فعل شفنا عم بيرضى بصير في الملعب وعم بيستنى ببعد ريال مدريد عن مناطق الخطر في العمق وهذا الشيء كان ناجح فيه تماما فرصة فرصتين ريال مدريد اتعامل معهم وقدر يمشي الشوط وهنا أنا يعني بدي أرجع للي صار بين موناكو سان جيرمن والتصريحات الشهيرة لكل لعبين ومدرب موناكو إنه راهن إنه سان جيرمن بالشوط الثاني مش حيقدر يركض مش حيقدر يتعب لأنه بيفكر يمبرع الدور الأبطال واعتقد لو تيجي ذهب إلى نفس الاتجاه وقال أنا حمشي الشوط الأول بشكل طبيعي ثم بالشوط الثاني حاول أسرع ريال مدريد بشكل عام في الشوط الأول كان أفضل كان أفضل دفاعيا وكان أفضل بخط الوسط دفاعيا ما فيش مساحة أبدا للعبينيش بيلا يتحركوا الكرة تقريبا ميت دائما قرب منطقة جزائهم وهذا الشيء أخذ لهم وخط وسطهم أيضا كان عم بيظلوا قريب من خط دفاعهم لما يخسر الكرة وكان دائما عم بيلعب واحد لواحد أيضا بشكل جيد كل شيء كان تمام إلا الناحية الهجومية الناحية الهجومية سواء بشوط الأول أو الثاني كانت تتعاني من نفس المشاكل اللاعبين مقيدين الزيادة عن اللزوم بتشعروا المهاجمية يعني لا بتشوفش مهاجم بيمرر وبعدين بيتحرك وبعدين بيرجع يسلم إلا بالكرة اللي جاء منها الهدف مدون ذلك بمرر تمريره بتحسوا واقف مكانه الحركية قليلة كثير والمحاولات الخلاقة والمبدعة أيضا مش موجودة خط الوسط منضبط أكثر من اللازم هذا الشيء خلى الناحية الهجومية عن ريال مدريد سهل التعامل معها من لعبين شبيلية رغم أنه دفاعهم كان مرتبك وزاد من مشكلة الهجوم ريال مدريد في هذه المباراة كثرت خروج بنزيمة بدون خطة واضحة المرة الوحيدة اللي فادها خروج بنزيمة هي اللي صار فيها الهدف مدون ذلك ما بصير نفس التحرك حاول خروج بنزيمة عشان يفتح المساحات لأنه لما تفتح هذه المساحات ما فيش حدا عم بيستفيد منها من أسوأ الأخطاء اللي عم بتصير مع ريال مدريد هجوميا هذا الموسم هو هذا التحرك الغير ممنهج يعني لسه بنزيمة بيتحرك كأنه معا رونالدو أو معاها الداف في الأرض الملعب وهذا الشيء غير موجود الآن فأعتقد نوع من حركية بنزيمة لازم تتغير أو حركية اللاعبين اللي حاولوا إشبيليا في الشرط الثاني زي ما حكيت كان واضح إنه حيضها بالسرعة حيضها بالمبادرات الفردية للكرة الأكثر مباشرة وهون دفاع ريال مدريد سجل الهدف الأول طبعا اللي سجلوا مش دفاع ريال مدريد لكن هو السبب دفاع ريال مدريد كان صامت هادي خط وسطه صامت هادي أمام التغير اللي صار في الشرط الثاني إنه خسرنا الكرة وكي الاستحواذ مع إشبيليا الضغط مع إشبيليا الهدوء الانضباط التمركز المية في المية كان واضح نتيجته مع اندفاع إشبيليا ورهانه على إنه مش حيشوف هذا المناعة عند ريال مدريد إنه حيصير فيه هفوة والهفوة صارت وجاء الهدف لريال مدريد وفي الدقيقة 64 أيضا كان فيه لحظة مفصلية في المباراة اليوم وهي الثلاث تبديلات اللي عملها إشبيليا شي بذكرنا في اللي صار مع فيا ريال وناي امري الفرق إنه لما صارت تلك التبديلات نزلوا ثلاثة حاولوا يعملوا سرعة وركز أكثر على الأظهرة ولعب كرات جهة فاسكس أكثر نفس السيناريو تقريبا الفرق إنه ريال مدريد مع ابنديا ريال وقع بالفخ وحاول يلعب بنفس السرعة ولما لعب بنفس السرعة كان يمنزل إسكوز زيدان اليوم نزل أسينسيو وبالأخير ما قدري يجاري المهارات شوي يجى الهفو يجى التعادل اليوم لا الريال ما غير من اسلوبه ما غير من رتمه حافظ على نفسه مركزه ما حاول يغير أبدا شي مع التغييرات الثلاثة اللي صارت من إشبيليا واستنى وانضبط وراهن إنها تمشي الأمور آخر ونجح رغم إنه يعني إشبيليا كان عنده هجمتين واحدة من كرة مباشرة واحدة من مهارة خارقة لسوسو هجمتين ربما لو إجى فيهم هدف التعادل الناس حدوا تلوم زيدان إنه تراجع لكن في ظل الظروف اللي موجود في الرهان مدريد ذهنيا قبل فنيا أعتقد هذا الرهان المنطقي اللي أأمن يعني خلين نحكي إذا عنده خيارين إنه يلعب لعب عادي ومفتوح مشان يجاريهم ممكن خمسين خمسين حيتعادل بس بأسلوب الدفاعي سبعين لأله حيتعادل سبعين بالمئة فأعتقد زيدان دهب للخيار المنطقي ونجح اليوم فيه ريال مدريد إذن بالمختصر قدم مباراة تكتيكية انضباطية تركيز فيها مية في المية مباراة بحتاج مثل هيك مستوى في مباراة المقبلة في دور الأبطال أوروبا ريال مدريد إذا ما يكون تركيزه مية في المية مع فرق أقل منه جودة أكيد حيفوز بلا نقاج في المقابل ما بقدر ألوم إشبيلي إشبيلي لعب استراتيجية منطقية بناء مع ظروف اللقاء حاول في الشرط الثاني كان أفضل في الشرط الثاني ظهر بوجه أفضل من وجه اللي ظهر فيه في الشرط الأول ربما الشيء الوحيد اللي بألومه فيه إنه تأخر كثير على إنه يوصل لقناعة إنه الفريق محتاج مبادرات فردية نحو المهارات فردية فوضوية زي اللي عملها السوسو لأنه تمركز ريال مدريد كان صحيح مواجهات ريال مدريد بالواحد لوحد كانت ممتازة وانضباطهم وجمعية الفريق دفاعيا كانت مثالية للغاية وبهيك حالات مستحيل يتفكيك الدفاع بكورات تقليدية ونقلات تقليدية نوصل لنا حلقة سيفي مدريد وكن معكم أنا الحمد العواد موجود فيسبوك تويتر وضروري جدا تابعوني على قناة سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة